شهادات الـ 18% اللي كان بيقدمها البنكين مصر والأهلي حققت مبيعات كبيرة الفترة اللي فاتتها علشان كده البنوك بدأت تتجه لطرح شهادات تانية بعوائد أعلى للتشجيع على الاستثمار فيها زي ما طرح حاليا شهادة بعملة اليورو تحت اسم بلادي علشان نعرف تفاصيل أكتر عن الشهادة تابعونا الشهادة دي بيوفرها 3 بنوك هما الأهل المصري والقاهرة ومصر وهي شهادات الدخار بعملة اليورو تحت اسم بلادي ودي للمصريين اللي شغالين بر مصر فقط بفائدة تعتبر الأعلى لو قررناها بالموجود في البنوك الأوروبية وده تعمل علشان يشجع المصريين على الاستثمار في مصر مقابل تحويل العملة البنوك الثلاثة أطلقت شهادات بلادي بعملات أجنبية مختلفة منهم اليورو من 6 سنين ومستمرة حتى الآن علشان تحفز المصريين المغتربين على تحويل العملة لمصر لكن شهدت الفائدة المقررة على العملات الأجنبية انخفاض كبير خلال آخر 3 سنين علشان الاتجاه في الاستثمار للشهادات الأعلى عائدا مثل 18% سنويا وقبلها كانت 15% طيب علشان تشتري الشهادة دي تعمل ايه؟ وإيه هي المستندات المطلوبة؟ الشهادة دي بيكون لها طلب إصدار شهادة الادخار بالعملة المحددة ولازم يكون للمشتري حساب في البنك علشان يقدر البنك بعد كده يضيف ليه العائد اللي هيطلع من الشهادة على حسابه مرة تانية وكمان إضافة أصل الشهادة في تاريخ استحقاقها كمان البنوك الثلاثة بتسمح للعميل إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة حتى نسبة 90% من قيمة الشهادة كمان ممكن صاحب الشهادة يكسر الشهادة ولكن بعد مدة معينة هيشتريتها البنك عليه أنها تكون موجودة أما عن نسبة الفايدة على الشهادة السنويا فهتكون لشهادة بلادي سنة نسبة الفايدة 15% سنويا ودورية صرف العائد كل 6 شهور وعلشان تشتريها بتبدأ من 100 يورو وما ينفعش يحصل استرداد لقيمة الشهادة طول فترة سراينها شهادة بلادي 3 سنين ونسبة الفايدة فيها بتكون 75% في المية سنويا ودورية صرف العائد كل 6 شهور وبرضو 100 يورو الحد الأدنى لشراء الشهادة وما ينفعش برضو يحصل استرداد لقيمة الشهادة قبل 6 شهور من تاريخ شراءها أما الشهادة الثالثة فهي شهادة بلادي 5 سنين وده نسبة الفايدة فيها بتكون 85% في المية سنويا ودورية صرف العائد بتكون كل 6 شهور وبرضو 100 يورو الحد الأدنى لشراء الشهادة وما ينفعش يحصل استرداد لقيمة الشهادة قبل مضي عام اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء اشتركوا في القناة